صباحنا لليوم مكمل معكم وهالمرة ينغم من حول العالم من فلسطين ومن نابل استحديدا نسافر إلى جميع أنحاء العالم برفقة الأخبار وزميلتنا شاهد أبو ياسين صباح وخير صباح صباحكم حيوبات قلبي وصباح جميع المشاهدين انتم ملبئين أزرق وأنا كحليا لا أنا مش ملبقة بالصدفة دائماً منحكي القلوب عند بعض هدايا كمان هذا اللون هاداش بيعطي هيك طاقة إيجابية كثير بيعطيك برودة وطاقة إيجابية مع لونه في ستوديو أكيد تأمين كلنا مع بعض أشهد أول مرة بتكوني معنا أول مرة بيستدي هوانا الوطن كثير طبعاً سعيدة بهالتجربة واليوم إن شاء الله رح ننبصت كثير كمان بهالفقرة إن شاء الله مثل ما منعرف فقرات بانوراما منجبلكم فيها أخبار حولين العالم بتكون نخشة شوي غريبة يعني ما بعرف اليوم أخبارنا إذا رح تصدمكم أو لا طبعاً اليوم رح نبلش بالنجوم فينا خبر بيحكي يعيش عدد من النجوم الكبار في بريطانيا على عصابهم بعد ما قامت جماعة قرصنة إلكترونية إنها سرقت صور المشاهير وهم بخضعوا لعمليات التجميل طبعاً هات سبب كثير إحراج للفنانين الكبار لبريطانيين ومش بس هيك الصدمة إنه الصور هاي بتضم عدد من النجوم اللي كانوا بنفوا بشكل قاطع إنهم أصلاً خضعوا لأي عملية تجميل فشوفوا أنتو كمية الإحراج يعني بهذا الخبر طبعاً طبعاً يعني إنه فنانة يعني كبيرة وعالمية بتحكي أنا ما عملتوا على عملية تجميل وبالآخر بتطلع يعني خاض على عملية تجميل جهاز كشف الكذب لو كمان في كتير فنانين عرب شفنا صورهم المسربة قبل وبعد وكانت يعني صور أساوية يعني إسمع لما فنانيج نحكي على عملية تجميل إنه الفنانين الأجانب أو البريطانيين بيعملوا رتوش خفيفة فما بالك لو أصلاً إنه صور الفنانات العرب هدولاً شهروا يعني أول ما كان هلا أصلاً تقرصن وبالضبط أن يكون صور بيشبه بعضه يعني يعني حتى أحيانا بتحسيها بتتحول لعمليات تشويه أصلاً مش تجميل يعني أنا شفت صورة حديثاً لواحد واحدها وكان الكابشن اللي عليه أنه هو فيه شوي من أصالحة شوي منه الكفورة شوي من أنت هو عمل هو خليط ميكس من جميع التجميل بالضبط الخبر التاني مش بس هوس إنه عدم اقتناع يعني مثلاً أنا منخاري أوكي تمام أو أنفي خدودي أو وجهي لا أنا بدي كمعان أنا بدي أحسن فهون بتصير العملية تشويه مش تجميل بالضبط الخبر التاني هو عبارة عن خبر صدمة بس مكسب شوي قدم العام الجديد هدية من شركة طيران للمسافرين بينها عن طريق الخطأ في عنا تذاكر الطيران اللي هي فرستي كلاس متل ما منعرف له رجال الأعمال اللي بتكون بسعر مرتفع عن طريق الخطأ شركة الطيران هاي قدمت الأسعار بشكل منخفض بحيث إنه الرحلة الطويلة من 16 ألف دولار ل 675 دولار بس عن طريق الخطأ من فيتنام لنيويورك بدل 16 ألف دولار صارت يعني تقريباً 700 دولار بس عن طريق الخطأ ذكرتيني موقف صار معي بتاليف الشو أنا راجعة من قطر لأبوظبيت ترانزيت يعني حتى أنزل على الأردن قبل قطع لعلاقات بنادوا على قسمي يعني قبل الطيارة بعشر دقايق أنا استغربت إنه إيش في اللي قالوا لي بس سوري بدك تركبي بالفرستي كلاس لأنه ما في واو الحظمي شكراً فقا ركبت بالفرستي كلاس وقتها يعني بالصفة حلو محظوظة أولا عن جد إنك محظوظة عن جد فالإشي الحلو كمان بالموضوع إنه شركة الطيران على وسائل التواصل الاجتماعي قدمت اعتذار بس بنفس الوقت صارت حكي إنه إحنا مش رح نتراجع عن الرحلات إنتوا رح تطلعوا على رحلاتكم واعتبروها هاي هدية العام الجديد منها إلى لكم فالإشي كان كتير لطيف يعني لو شركة الطيران غيرها يعني ممكن تسحب للطيران أو التركة معك دقيقة خلينا نختلف في آخر خبر أوكي ولهمك الخبر الآخر اللي عنا نشوف إنه في سيدة ألمانية قامت بعرض زوجها على موقع التواصل الاجتماعي للبيع ب18 يورو بس وغلبها تشكوه زهات العيشة منه تعرضت على موقع التواصل الاجتماعي مين يشتري زوجي ب18 يورو فكان إشي كتير مضحك عمل ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي ما تنتقل هاي الظاهرة بس للبلاد العربية والسبب إنه ما في أي علاقة أو مشاعر بتربطها مع الزوجها يعني زهات منه فبيبلاش باعته ب18 يورو مثل ما بتقولوا أغني أنا والله ما بيعك لرميك ببلاش بزا بحيك عنا تبعته ببلاش إذن هايك بنكون خلصنا اليوم أخبارنا بتمنى أنها تكون حلوة أو نخشى شوي أو خفيفة عليكم ويسعد صباحكم صباحك بأنك تمبسوطين بسامتك كتير حلوة عن جد ونتمنى نشوفك بفقرات الجديدة وليه مكرا الله شكرا